أزمة صحة نفسية غير مسبوقة تهز جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصعود خسائره في قطاع غزة وبحسب جيش الاحتلال فإنه نفذ أكثر من 1500 عملية إجلاء لجنود جرحى في معارك قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي وقال الجيش إن جنود النقل العملياتي النظاميين والاحتياط ينفذون عمليات معاقدة تحت النار في عمق أراضي غزة يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير إسرائيلية أن الجيش يتعامل منذ بداية الحرب مع آلاف الطلبات من جنوده الذين يحتاجون المساعدة النفسية وفقاً للتقارير التي نشرها إعلام إسرائيلي فقد أدرك جيش الاحتلال حجم المشكلة وكثف من وجود ضباط الصحة النفسية موضحة أن أعراض الصدمة تتمثل فيه الأرق والسلبية والقلق والذعر وعقدة الناجين ما يؤثر على أدائهم في ساحة المعارك وأشارت التقارير إلى أن القوات الميدانية تتعرض لمشاهد مروعة وصادمة منذ الدقيقة الأولى لانخراطها في القتال على عكس الحروب السابقة كما نقل إعلام إسرائيلي عن مدير مستشفى رعوت أن الحرب على قطاع غزة أوجدت تحديات في إعادة التأهيل العقلي والبدني للمتضررين من جنود الاحتلال ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل صمود الشعب الفلسطيني تبقى الحقيقة واضحة كالشمس فشتان ما بين شعب يموت ولا يدرك للخوف أو الاستسلام سبيلا وبين الآخر فبالرغم من كونه القاتل إلا أن الخوف والرعب كان له ولجنوده بالمرصاد